يتبدر إلى الذهن حول العائدين من بؤر توتر أنتم تعرفوا أن العودة من المناطق هذه يأما تكون عبر البوابة الأوروبية أو عبر الحدود التونسية من الدول التي لنا معها حدود مشتركة هذه العودة أول ما يتبدر إلى الذهن أنها لن تكون عودة جماعية بل هو تسرب أو محاولة اختراق إما بالمرور عبر البوابة الأوروبية ومحاولة الدخول في شكل آخر بتغيير أوراق الهوية أو جوازات السفر أو تكون عبر الأماكن غير المعابر الرسمية وهنا الحكومة والدولة التونسية أخذت العديد من الاحتياطات في هذا المجال أولا بتجديد التحريات في المعابر وحسن تأمين الحدود كذلك من الجانب التشريعي والقانوني أنه لكل من تعلقت به جرائم إرهابية في الخارج إلا ويتم إحالته مباشرة عند ضبطه على الجهات الخضائية التي تتولى التعامل معه في إطالة القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر